أكيد بتعمله دراسة يعني وأعتقد أن الدراسة دي بيستفيد بيها مجلس الوزراء أيضاً ورئيس الوزراء تكلم عن هذه الدراسة وتكلم على أنه الزيادة واحد في الألف إزاي تبقى الزيادة واحد في الألف وفيه ارتفاع حوالي 7 و 4 من 10 في المية في السولار يعني فالزيادة إزاي واحد في الألف؟ أرجع الأول هي بتتحيسب إزاي أنا النهاردة كشركة نقلة أو كحتى ما هو النقلة عندي لوري أو اتنين عندي مصاريف سابتة سعر اللوري وبالتالي إهلاك بتاعه على خمس سنين عندي كاوتش البغيرو كل 13 شهر عندي العام السواء عندي التباعة عندي الكارتة بتاعة الطريق فهناك مصاريف متعددة عندي رخصة العربية عندي تأمين العربية كل دي مصاريف سابتة المصاريف المتغيرة جزء منها هو البنزين وبالتالي البنزين ما هواش مكون كبير جدا سواء بنزين أو سولار من تكلفة النقل ده نمرا واحد عدنا كنا مع اتحاد ما أولي النقل مع شركات النقل الكبيرة ابتدينا نحسب معاهم ما هو نصيب البنزين أو السولار من تكلفة النقل وصلنا أن كل واحد في المية زيادة من سعر البنزين أو السولار بتعادل 3 من 10 في المية زيادة في تكلفة النقل وبالتالي لما اتضربي ده في ده حيطلع أنه عندك حوالي واحد في الألف اللي حيتحمله السلع خلينا نديك بالأرقام أنا النهاردة لوري جايب لبن من اسكندرية للقاهرة 200 كيلو المسافة اللوري ده 4 طن هيستهلك 40 لتر سولار في المسافة بتاعته وبالتالي نصيب الكيلو هيقبأ أو الزيادة الإجمالية لزيادة 50 قرش دي 20 جنيه الـ 20 جنيه لما اسامها على الـ 40 طن يطلع إن كيلو الوزن تعريفة نصف إرش ساق خمسة مليم وبالتالي علبة اللبن اللي بـ 10 جنيه هتزيد خمسة مليم هل التاجر والصانع والموارد مقدرش يمتصها لا يقدر يمتصها وهلوم مجرًا كل ما السلعة تمنها بيزيد كل ما النسبة دي بتوب أقل كثيرا حركة بتتكلمي على زيادة في تكلفة السولار أو البنزين دي قصة ونصيب السلعة من هذه التكلفة دي قصة أخرى نصيب السلعة لا شيء طيب ما هو ده الكلام العلمي الدقيق اللي هو حساباته دقيقة لكن الحقيقة في الواقع أمر آخر الحقيقة إن إحنا لما خلصنا الدراسة من ناحية الفنية مع متعهدي النقل ابتدينا نتواصل مع اللي بنسميهم الماركت ليدرز اللي هم اللي بيقودوا السوق هناك أربع خمس شركات في كل سلعة هم دول أكبر منتجين وأكبر موردين اتصلنا بيهم هل تقدر تتحمل هذه زيادة التعريفة؟ فكان الرد بتاع الجميع إن دي من أبسط ما يمكن لأنه هو ما يقدرش يحرك أسعاره في المرحلة الحالية هو اللي بيحصل ليه عشان أحرك أسعاري أنا نمرة واحد ببصها المنفسين هل هم قادرين يحركوا الأسعار ولا لا لأنه لو رفعت سعري هخرج من السوق دي نمرة واحد نمرة اتنين ودي اللي أهم بالنسبة له بيبوصلها إن السلعة تحريك السعر بالنسبة لها دي من أصعب ما يمكن وبيضطر إنه هو يمتص الزيادات المختلفة سواء في مدخلات الانتاج في المرتبات في الكهرباء في كل العمليات الانتاجية لحد ما ما يقدرش يستحملها وبيبتدي يرفع السعر إنما لو بنتكلم على أثر زيادة المحروقات على السلع ليس هناك أثر بتكلم على واحد من الألف في التكلفة وده كلام فارغ